الشاشة الأولى هي شاشة القرآن سأعرض لكم في هذه الشاشة مجموعة من الصور أنني أتحدث عن شاشة علمية فكرية وأتحدث عن صور علمية فكرية إذا كان هناك من لا يمتلك جهاز رؤية سليمة فما الذي أصنعه أنا أو إذا لم يكن قادرا على التقاط الصورة بشكل صحيح بحيث تظهر أمامه في الشاشة جلية بينة فما تلك مشكلتي لكنني سأحاول جاهداً أن أقرب الفكرة وأن أوضح الصورة بقدري ما أتمكن إذن البداية من الشاشة الأولى شاشة القرآن تشتمل على عدة صور الصورة الأولى والبداية من هنا من سورة قاف من الآية السابعة وثلاثين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد القرآن الذي يتمثل بالمصحف الذي بين يدي وسيلة من وسائل البيان بنحو التذكير ولذلك من جملة أسماء القرآن الذكر فالقرآن ذكر والقرآن تذكير والقرآن ذكر والقرآن والقرآن من أوله إلى آخره تتحقق معانيه إذا ما أرادت أن تتحقق في نفس إنسان إنما تتحقق بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ذكر تذكير وذكرى وذكرى الآية السابعة والثلاثون من سورة قاف إن في ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب دعونا من هذه المرتبة هذه المرتبة مرتبة عالية جدا أصحاب القلوب لمن كان له قلب ما نحن من أولئك قد تسأل من هم هؤلاء أصحاب القلوب الذين تتحدث عنهم هذه الآية في سورة الشعراء في سورة الشعراء في الآية الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآية هنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الذي يحمل قلبا سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحين نسألهم نسأل أهل القرآن نسأل آل محمد ما هو القلب السليم يجيبوننا من أن القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه القلب الذي ليس فيه سوى الله هذا هو القلب السليم القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه ولذا قلت هذه المرتبة بعيدة عنه في سورة الصافات هناك مصداق عملي واضح لصاحب قلب سليم في الآية الثالثة والثمانين والتي بعدها من سورة الصافات وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ في السياق اللفظي في المصحف من شيعة نوح ولكن في الدلالة العميقة من شيعة علي فنوح هو من شيعة علي أيضا وهذا المعنى ورد في الروايات أيضا وإن من شيعته من شيعة علي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وجاء هذا الوصف مع صفة إبراهيم بأنه شيعي فالقلب السليم هو القلب الشيعي الحقيقي ليس كقلوبنا القلب السليم هو القلب الشيعي الذي ليس فيه سوى الله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم نعود إلى سورة قاف وإلى الآية السابعة والثلاثين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الصنف الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع من استمع إلى ناطق من أصغى إلى ناطق فقد عبده وهو شهيد وهو حاضر مطيع تابع قد أسلم قد أسلم قلبه أو قد أسلم قلبه المعنيان صحيحان قد أسلم قلبه لهذا الناطق الذي ينطق فإما أن يكون ناطقا عن الرحمن الآية تتحدث عن هذا وإما أن يكون ناطقا ينطق عن الشيطان والآية هنا لا تتحدث عن الصنف الثاني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع وهو شهيد استمع بحكمة كيف يستمع بحكمة يستمع بحكمة حينما يكون بعيدا عن المجاملات لا أتحدث عن المجاملات الاجتماعية إنني أتحدث عن المجاملات العقائدية والفكرية ألا يكون مجاملا في المستوى العقائدي وفي المستوى الفكري بحيث يقبل قاعدة أو بديهية أو مفهوما أو مصطلحا لأن الجو العلمي العام يقبله وإلى بقية التفاصيل الذي يلقي السمع وهو شهيد هو الذي لا يجامل مجاملة علمية أو فكرية هو الذي يطلب الحقيقة بنفسها وهو الذي يبحث عن قيمة الحقيقة الموجودة في نفس الحقيقة لا في غيرها هذا هو الذي يلقي السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مراد من كل ذلك ما هو مراد من أنني حين أرسم لكم هذه الصور حين أنقل لكم هذه الصور على شاشة القرآن تدبروا فيها دققوا النظر فيها لا تعتمدوا على ما أقول أنا ناقل إليكم فقط وهذا هو شهر رمضان هذا شهر القرآن سأنقل لكم الآيات تلو الآيات وأنتم تدبروا فيها في سورة الرعد في سورة الرعد الآية السابعة وهي تحدثنا عن قانون واضح إنما أنت منذر ولكل قوم هات وهذا القانون من القوانين الواضحة في ثقافة آل محمد إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هات ولكل قوم لكل جيل من الأجيال هناك هات وهذا الهادي هو الإمام المعصوم القضية واضحة أنا أخاطبكم أنتم الذين تتذوقون القرآن في أجواء العترة الطاهرة والآية في بنيتها اللغضية واضحة إنما أنت منذر ولكل قوم هات فهذا الهادي غير المنذر المنذر رسول الله والهادي أمير المؤمنين ولكل قوم هات لكل جيل من الأجيال لا بد أن يكون هناك من إمام هذا هو الهاد هذا هو القانون إنما أنت منذر ولكل قوم هات حينما نقرأ في سورة الفاتحة في الآية السادسة أهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة في كل الأجيال السابقة وفي الأجيال اللاحقة نحن ماذا قلنا في بداية السورة بعد البسملة وبعد الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم فحمدنا حمدنا رب العالمين ثم أعلننا أنه الرحمن الرحيم وبينا عقيدتنا بيوم الدين ومن أن المالك في ذلك اليوم هو الله ثم أقررنا بأننا نعبده وبه نستعين وبعد كل هذا نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم شيء الطبيعي والمنطقي هذه الهداية لن نصل إليها بأنفسنا لابد من هاد لابد من هاد وهذا الهادي بين في نفس السورة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال هناك ضالون هناك مغضوب عليهم وفي وسط هذا الزحام هناك الذين أنعمت عليهم هناك صراط منسوب إليهم إذن هم الذين يعرفون هذا الصراط وهنا نحن نطلب الهداية الكاملة نطلب الهداية بهذا العنوان الصراط المستقيم هل يمكن أن تتحقق من دون الهادي الذي أشارت إليه الآية السابعة من سورة الرعد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنتم أنتم اجمعوا بين سورة الفاتحة وبين سورة الرعد وتذكروا من أن هذا الكتاب هو ذكرى لا نتحدث عن أرباب القلوب وأصحابها عن أصحاب القلوب السليمة لأننا لسنا منهم تلك مرتبة عالية وإنما نتحدث عن الصنف الثاني لمن ألقى السمعة وهو شهيد استمعوا إلى هذا الخطاب الإلهي الواضح وتدبروا فيه بعيدا عن كل المجاملات الفكرية والعلمية بعيدا عن التخليد الأعمى بعيدا عن كل الموروثات غير الصحيحة لأننا إذا أردنا أن نتعامل مع هذا الكتاب بشكل صحيح لا بد أن نتصف بهذه الصفة ألقى السمعة وهو شهيد أن يكون لنا حضور وهو شهيد حضور حقيقي في التعامل مع هذا الكتاب الكريم القانون واضح إنما أنت منذر ولكل قوم هات والآية اهدنا الصراط المستقيم السادس في سورة الفاتحة هذا طلب مستمر على طول الخط وطيلة أيام حياتنا وفي كل يوم ولمرات متكررة الأجيال التي سبقت أجيالنا والتي ستأتي نحن جميعا نبحث عن هذا الصراط المستقيم الذي يعرفه بدقة وعلى أكمل وج الذين أنعم الله عليهم وأوضح مصاديق الذين أنعم الله عليهم هم أولياء النعم الذين نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة أوضح مصاديق الذين أنعم الله عليهم هم أولياء النعم هم سادتهم جميعا سادة جميع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سادتهم هم أولياء نعمهم وأولياء نعم الجميع هم محمد وآل محمد على الأقل تلك عقيدتنا التي نعتقد بها لكل جيل هاد وكل الأجيال تطلب صراطا مستقيما ينسب إلى الذين أنعم الله عليهم في خضم هذه التفاصيل بعد كل هذه المعتقدات المتقدمة وبعد الحديث عن كل هذا الاضطراب والازدحام ما بين ضالين ومغضوب عليهم وما بين الذين أنعم الله عليهم إننا نبحث عن الصراط المستقيم لا بد من هاد لا بد من هاد وإننا نبحث عن هذا الصراط بعد أن عبرنا مراحل كثيرة بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة إياك نعبد وإياك نستعين وبعد هذه المرحلة إننا نطلب الهداية في وسط هذا الزحام البشري لا بد من هاد فلا بد من وجوده لا بد من وجوده في كل مقطع زماني وتلك هي عقيدتنا الشعية الأصيلة لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا إثنان لكان أحدهما الحج لا زالت الصورة الأولى في شاشة القرآن تتكامل شيئا فشيئا إذا ما ذهبنا إلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما فالناس بحاجة لإمام السؤال هنا هل أن إبراهيم إمام لكل الأجيال أم لجيله إبراهيم إمام لجيله فمن إمام هذا الجيل إمام هذا الجيل تحدثنا سورة الإسراء في الآية الحادية والسبعين يوم ندعو كل أناس بإمامهم فكل جيل من الأجيال له إمام هذا الجيل كم يكون عدده ذلك أمر آخر ولكن كل جيل من الأجيال له إمام قال إني جاعلك للناس إماما فهو إمام للناس جميعا علموا أم لم يعلموا قد يقول قائل وما الفائدة إذا كان الناس لا يعلمون الموضوع في هذا البرنامج ليس مخصصا للحديث عن الإمامة وشؤونها حديثنا عن وجود إمام زماننا وعن ولادته بشكل خاص فالآية الرابعة والعشرون بعد المئة قال إني جاعلك للناس إماما والآية الحادية والسبعون من سورة الإسراء تلك الآية إني جاعلك للناس إماما في سورة البقرة وهذه الآية في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم القانون واضح فمن هو إمامنا نحن أناس أو لا من هو إمامنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم إمامنا هو ذلك الهادي الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم الذي نطلبه ونتحدث عنه ونتوجه بالدعاء في صلواتنا بخصوصه في كل يوم من أيام أعمارنا هذا هو إمامنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم إذا ما ذهبنا إلى سورة يا سين وفي الآية الثانية بعد العاشرة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما قبل هذا التعبير في نفس الآية إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم شؤنات الخلق شؤنات الناس إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم الإمامة شأن لا يرتبط بالدنيا فقط وإنما يمتد إلى ما بعد الدنيا والآية التي مرت في سورة الإسراء الحادية والسبعون يوم ندعو كل أناس بإمامهم إنها تتحدث عن يوم القيامة فالإمامة شأن متصل متواصل لا يتوقف في لحظة من اللحظات إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في نصوصنا الشريفة وأحاديثنا المعصومية أمير المؤمنين يقول أنا هو الإمام المبين في هذه الآية لابد من إمام تكون جميع شؤوننا بين يديه مرتبطة به ألا تلاحظون الآيات واضحة الآيات واضحة وواضحة جدا إنما أنت منذر ولكل قوم هات اهدنا الصراط المستقيم هذه الهداية لن تتحقق إلا من خلال الهادي الذي أشارت إليه الآية السابعة من سورة الرعد إنما أنت منذر ولكل قوم هات يوم ندعو كل أناس بإمامهم هو هو وهذا هو الإمام نفسه إنا نحن نحيي الموت حياتنا حين نموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لا نستطيع أن ننفصل عن منظومة الإمامة لا يمكن هذا لا يمكن أبدا وحين نذهب إلى سورة طاها في الآية الثانية والثمانين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعد ذلك اهتدى وإني لغفار لمن تاب وهذه منزلة عالية لمن تاب التوبة منزلة عالية وإنما يتوب الإنسان بعد إيمانه ولكنه احتاج إلى توبة كي يصحح مساره كي يصحح أخطاءه فهو على إيمان وعلى علم وعلى معرفة ولكن كبت به الحياة وغرره الشيطان وسول له الهوى هو بحاجة إلى توبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وجدد إيمانا جديدا وعمل صالحا الآية حجيبة تقول ثم اهتدى أفما كان مهتديا ثم اهتدى الهداية هي هي التي تحدثت عنها الآيات السابقة أما إذا رجعنا إلى زيارة أمير المؤمنين إلى الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي وهي من أهم الزيارات العلوية الشريفة وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان حيث نخاطب أمير المؤمنين وأنه القائل لك من هو القائل رسول الله رسول الله يقول لأمير المؤمنين وأنا أقرأ من الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا العاشر عن إمامنا الهادي وأنه القائل لك رسول الله يقول لأمير المؤمنين والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك من كفر بك يا علي ما أهمن بي إنما أنت منذر ولكل قوم هات إيمان بالمنذر والهادي وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك لاحظوا دقة التعبير ولم يهتدي إلى الله لم يهتدي إلى الله ولم يهتدي إلى الله وهذا التعبير يهتدي يشير إلى سعي من الإنسان لم لم يهتدي لم يهدى إلى الله وإنما لم يهتدي يهتدي بحاجة إلى سعي من الإنسان وتمسك بمن بالهادي بالهادي الذي هو الصراط المستقيم في حقيقته والذي يوصلنا إلى الصراط المستقيم إذا كان الحديث عن الجانب الطقوس والعمل يوصلنا إلى حقائق الدين في بعدها العمل وإلا فالصراط المستقيم هو الهادي هو الإمام هو البعصوم صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى الزيارة الغديرية المروية عن الإمام الهادي ولم يهتدي إلى الله ولا إلي ولا إلى رسول الله من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك الآية هل تحتاج إلى تفسير بعد هذا الزيارة الشريفة فسرت الآية بشكل واضح وصريح وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولاية صاحب الأمر والزمان إلى ولاية علي بيعة الغدير تجتمل على بيعتنا لإمام زماننا البيعة هي البيعة إذا اعتقدنا ببيعة الغدير وعرفنا على ماذا بايعنا بايعنا على إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن فهل بعد هذا نحتاج إلى دليل تأريخي أو قولة قائل من هنا أو من هناك تم الأمر وانتهى ولكنني سأستمر في الحديث وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لماذا سمى رسول الله بعض أصحابه بذي الشهادتين لماذا سماه بهذا لأنه أقام الشهادة من دون أن يكون مطلعا على تفصيل تلك الجزئية في ذلك الذي ادعى على رسول الله ما ادعى وإنما كانت شهادته مستندة إلى إيمانه المطلق برسول الله فلقبه بهذا اللقب يريد أن يقول للأمة لستم بحاجة للاطلاع على الجزئيات والتفاصيل والتفاصيل إذا كنتم قد أخذتم الحقيقة مني نحن بايعنا رسول الله في بيعة الغدير بايعناه بايعناه على إمامة الحجة بن الحسن الذين يجهلون مضمون البيعة ماذا نصنع له ما هو جهل فوق جهل نحن بايعنا رسول الله بيعة الغدير على إمامة الحجة بن الحسن فهن نحتاج إلى دليل بعد هذا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى إمامتك وإلى ولايتك يا بقية الله المضامين واضحة كلها تقود إلى هذه النتيجة أنا أقول لكم دققوا أنتم في هذه المطالب في هذه الصورة التي هي جزء من الشاشة الأولى شاشة القرآن نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم